عدلاتكم خدتوا بالكم من الصور ولا ايه الصور تجنن تجنن ونبقى صورتين ثلاثة كده عظيمة رباني خليك رب حقيقي الصور تجنن اولا خد بالك وانت بتتفرج على الصور على الاضاءة المعمولة وهذا ليس كل شيء بص ده ماشي دي الحاجات يعني دي غالبا المراكب او المركبات او يسموها ايه المحا الشيء ما اللي هيبقى موجود في الاحتفالية او في المواكب يعني وتحس انها لسه يعني خارجة امبارح طازة من قلب الصانع الفرعوني فلان الفلاني يعني تحس ان دي مش عمرها خمس تلاف سنة طبعا احنا اللي عاملينها بالمناسبة لكن انت شايف معمولة بأي دقة الدقة اللي معمولة بيها الرابليكا دي او المستنسخ ده وكأنها هي قطعة اثرية اصلية ما قرب لها لاش الزمن ده على سبيل المثال طيب بص على الاضاءة بص على الحلاوة حلاوة اهي دي بس خش بحاجات تانية اضاءة عظيمة وانت سيدي العارفين بص على شكل المركب اللي هتمشي في النيل في اطار هذا الموكب وبص طريقة بتتنور ازاي زي ما بيت قال يسلم ايده يسلم ايده اللي حط الرؤية دي يسلم ايده وعنيه اللي عمل الرؤية دي وعمل الاضاءة دي حقيقي والله العظيم ثلاثة ما عرف مين بس الشكل ده شكل عبقري احنا كل ده روعا انا اعتقد فيه ناس من اللي وقفين دول زميلنا بالمناسبة بص مثلا الحتة اللي في النص يعني انت شايف الجزء اللي في النص المنور زجزاج ده بص المنور زجزاج ده يسيبك بقى من الاضاءة العليمين والاضاءة على الشمال حلوة جميلة التنوير الزجزاج اللي في النص دي برضو فيه مخ فيه خيال الخيال هو اصل الابداع وما انت هتبدع منين بص النور عامل ازاي على المعبد بص المعبد متنور ازاي فيه نور صريح عليه فيه نور خارج منه وفيه خطوط الاضاءة البيم لايتس اللي خارجة دي مش عاب بقى دي ليزر ولا ال اي دي ولا ايا كان القصة كلها حلوة المعبد يشعع ضوءا بص ده معبد طيب فلسفة بقى بتاعت الحكاية ايه المعبد يشعع بالنور يشعع ضياءا اصل الحضارة هنا مصر لقصر الله عليك منير منير وانشكة انت بلد طيبة وقريبة وحبيبة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حينا جميلة